أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة الاستمرار في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية ونهجها الساعي إلى صون الأمن القومي والدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية ورعاية وخدمة المصريين في الخارج جاءت تصريحات شكري خلال لقائه السفراء المغادرين للعمل رؤساء لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وطلب شكري سفراء مصر ببذل قصار الجهد لمواصلة الترويج لما تشهده مصر من إنجازات وطفرة تنموية غير مسبوقة مشددا على أن هذه الإنجازات تستوجب مواصلة العمل الدؤوب لدعم ركائز الدولة الجديدة عبر توثيق العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة